نغصل معكم هذه التغطية الحية في إطار الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيد نحية الحضرات كفان دمتحية لكل أستاذ المشاهد نعم أستاذ جمال دعنا نعود للوراء قليلا مع انطلاق ثورة الثالث والعشرين من يوليو هذه الثورة كيف أثرت على الأوضاع في المجتمع المصري وكيف حققت كل ما هو لصالح الشعب المصري في هذه الفترة بالتأكيد ثورة الثلاث والعشرين يوليو في الحقيقة ثورة بيضاء أثرت مش فقط في الداخل المصري ولكنها حتى أثرت إقليميا ودوليا وكانت في الحقيقة نبراس لفكرة التحرر الوطني وفي الحقيقة ساعدت هذه الثورة مش بس الداخل المصري على النهوض والقيام مجددا وتخلص من إلس تقيد للغاية قبل قيام هذه الثورة ولكن حتى هذه الثورة ساعدت وسندت الأشقاء في القرى الأفريقية والمنطقة العربية أيضا على النهوض والتحرر من الاستعمار وبالتالي هي ثورة نعم هي محلية الصناعة مصرية خالصة ولكنها أيضا إقليمية التأثير وعالمية التأثير وهذا هو في الحقيقة جوهر وعظم هذه الثورة إنها ثورة قامت من أجل إحياء قيم في غاية الأهمية قيم تستند على فكرة قيامة الدول الوطنية وأيضا تخلص من الاستعمار والاستجابة لرغبات الشعوب والاستحفاظ على سيادة الدول كلها معاني سامية رسخت لها ثورة 23 يوليو التي أتت بعد عقود عانى فيها المواطن المصري من ويلات الاستعمار وأيضا من حكم هش للغاية يعني أدى إلى الكثير من المصاعب على صعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي وعلى صعيد وضعية مصر الإقليمية والدولية وبالتالي كانت هناك معاناة كبيرة جدا في الداخل المصري يعني بناء على ما سبق هذه الثورة من تدعيات اقتصادية وسياسية كانت صعبة للغاية ويمكن النموذج الأمثل الذي يتركه جميع هذا الإقطاع الذي كان ينهش مثلا في الأراضي الزراعية وما كان يعني الفلاح المصري التردي في الحياة الصحية والتعليمية وكافة الخدمات أيضا ما كان يتعلق بطبعا الاستعمار ويعني الوضع الذي كانت تعاني منه مصر لبان فترة الاستعمار وبالتالي كلها كانت دوافع فالحقيقة جعلت الشارع المصري كان يقاوم ولكن كان يقاوم على مراحل وطبعا باستمرار ولكن حينما أتت فكرة الضباط الأحرار وأتت الضباط الأحرار إلى الشارع المصري هذه الثورة كانت الاستجابة عارمة وكان الانطراق في كافة الشوارع انطراق ينمي أن المواطن المصري كان في هذا التوقيت في حاجة إلى هذه الثورة وبالتالي رأينا بحما شعبيا لهذه الثورة كان متوقعا وكان منتظرا أيضا من قبل المواطن الذي انتظر كثيرا أن يسنده ويقوم الجيش المصري بدوره وهذا هو المعهود في الجيش المصري العظيم الذي دائما هو السند والعون لدى البواطن المصري هذا حدث في ثورة 23 يوميو وأيضا حدث في ثورة 38 يوميو دائما ما يكون الجيش المصري في الحقيقة هو الحصن الحصين والمحاصن الأصلي على فكرة الدولة الوطنية وعلى الدولة المصرية نعم أستاذ جمال الرئيس عبدالفتاح سيسي أشار في الكلمة التي تمت إذاعتها منذ قليل بمناسبة ذكرى الثالث والعشرين من يوليو أن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبنى على ما تأسس في السابق من خلال ثورة الثالث والعشرين من يوليو مشيرا إلى نقطة هما متعلقة بالتنمية وأنه مفهوم التنمية ربما اختلف على مدار السنوات ولابد أن يحدث بمسيرة أكثر ارتفاعا وأكثر سرعة حتى تتواءم مع متطلبات العصر يعني كيف أسست هذه الجمهورية الأولى لما نحن عليه الآن ومعدلات التنمية الشاملة كيف تقرأها خاصة أيضا مع تشاب بعض أهداف ثورتي الثالث والعشرين من يوليو والثلاثين من يوليو بتأكيد هذه النقطة في الحقيقة في غاية الأهمية ومن أهم ما جاء في كلمة السيد الرئيس عبد المتحدث اليوم هو تأكيد على فكرة أن ثورة الثلاثين يوليو والجمهورية الجديدة هي امتداد لثورة الثلاثة وعشرين يوليو والجمهورية الأولى لأن نفس المنطلق فكرة بناء دولة وطنية ذات اقتصاد قوي وذات تحرر سياسي واقتصادي وذات تنمية مستدامة وتحاقق العدالة الاجتماعية هي ذاتها الأهداف وهي ذاتها أوقف التشابه والتطابق ما بين الثورتين وبالتالي نعم الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية أتت يعني جاء لتحقيق أهداف متشابهة تماما وبالتالي وجدنا بعد ثورة الثلاثة وعشرين يوليو السد العالي وجدنا مصانع الغزة والنسيج وجدنا مشروعات قومية حملاقة وأيضا بعد ثورة الثلاثين يوليو وجدنا تنمية خير مسبوقة في الداخل المصر مشروعات قومية ملاقة قناة سويد جديدة مشروعات على فعيد الأمن الغزائي بنتحدث عن ثلاثة ونصف مليون فدان بنتحدث عن صواب زراعية أيضا مشروعات صناعية والبترو كمويات استكشافات في مجالات الثروة الطبعية والتعدين والغاز والبترول وغيرها من مجالات الطاقة الوصول لفكرة تصدير الطاقة إلى الخارج غيرها من تنمية وأيضا بنية تحتية غير مسبوقة في الداخل المصري إنشاء عدد ضخم من المدن الجديدة والخروج من الوادي الطيق إلى الصحراء وبناء هذه المجتمعات الأمرانية الجديدة التخلص من التشوهات التي حدثت في العقود الماضية زي العشوائيات والمناطق الغير آمنة وبناء المناطق الحضرية نعم هو إذن تطور في إطار الجمهورية الجديدة التي تعدم تداد الجمهورية الأولى أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال راف